بالصراحة مع يوسف الحسيني على نجوم فأم ونجوم فأم تي في أهلا بيكم مرة تانية في برنامجنا بالصراحة معاك ويوسف الحسيني على نجوم فأم ونجوم فأم تي في اضافتنا ممكن تكونوا لاحظتوا على فيسبوك وعلى تويتر وما إلى ذلك يا الكاتبة والسنرست التي ملأت السماع والبصر مريم نعوم ازاك يا مريم؟ الحمد لله خير عملا ايه كله تمام؟ الحمد لله دايما عندنا حاجتين في المناقشة أو في الكلام في البرامج في ستايل بتاع اينا نشأت وترعرعت سيدتي ايوه وده بيبقى جميل جدا ويترى بتعرفي تطبخي ولا الشغل واخدك منك تتعلمني الطبيخ ودي بتبقى طريقة وفي ناس كتير تحب تنتهج الطريقة دي يعني وهي حاجة بايخة ويعني عدت علي كتير فبقى رجوب بلاش وفي طريقة تانية هي ان احنا هنقعد ندردش من غير ما نقعد نفكر احنا بندردش في ايه كويس؟ تختاري اينا نشأة وترعرعت سيدتي؟ لا مختار اوكي ممكن نبدأ الاول بقى اينا نشأة وترعرعت سيدتي وقعد كده ان نبقى نشوفها طبعا مش هنعمل حاجة زي كده بوسوا سيتي كنت بتكلم في مقدمة الحلقة ممكن انت سمعتيها بتكلم على مسألة العنف وما العنف وحاجات زي كده جزء منها في حالة النقد الذاتي بتاعتنا كمجتمع يعني احنا ولا مجتمع هادي ولا بيتحطع الجرحي طيب ولا كل الاساطير الغريبة دي على القل من وجهة نظري ومن وجهة نظر بها اطاهرة على سبيل المثال وتاريخي يعني بيقول كده وفي نفس الوقت ما احناش اشرار يعني ما بنجنحش للشر بس هو اللي بيقرب بنبقى عناف زيادة عن اللزوم بس مؤخرا بقى كان في المشاهدة الغريبة على قل بالنسبة لي وفي حالة عنف مبالغ فيها على ادفة سبب يعني مش تحاسب وكمان بيتقول يا حاسب يعني هو كل يوم قلقاس كل يوم مكرون اي دي نفس الحكاية الكاتب والسيناريست وبالذات السيناريست ده بيعود يلاحظ المجتمع ملاحظة شديدة الاقتراب والدقة افيدونا يا ربنا يكرمكم هو ايه اللي حصل يعني ليه خناقة اشارة مرور بتقلب ان واحد بيغز التاني يعني من وجهة نظري المتوضعة ايوا لا لانه كل واحد الناس عليها ضغوط فضيعة ومكهورين بصور متبينة وكل واحد بيقهر التحتين فاللي مش قادر يفيش شغله في مديره هيفيش شغله في الموظف اللي اصغر منه والموظف اللي اصغر منه هيفيش شغله في مراته ومراته هتمسك العيل تضربهم والعيل هيتخنقوا مع ولاد الجران ودايرة كل الناس مضغوطة يعني بس ضغط يصل الى مرحلة انه تقريبا بانه خمستاشر عشرين سنة بنشوف القتل لقاتفة سبب يعني اختلف مع زوجتي هي على مصروف المنزل في التحقيق تكتشف انه كان فرق المصروف خمسة جنيه وراح جاي برقابتها ما تهيقليش ان الموضوع بالبساطة دي بمعنى انه يعني اعتقد انه لو حد وصل للحظة دي في حاجة غير سوية حصلت فيه يعني مش ده رد الفعل الطبيعي ان حد يقتل مراته عشان ولى تركه متضغط ممكن تركه متضغط بيولد يعني خلل نفسي طبيعي يعني لو حد مضغوط طول الوقت وغير قادر على ان هو يلبي احتياجات اسرته وحاسس بضغطه وكهره بعجز مش هيبقى متزن اختلف مع صديقه على حساب الاهواء طب بصديقه ووارد يبقوا مبرشمين برضو يعني فيه ده وفيه ده فيه اللي هو يعني الضغط يولد الانفجار وفيه انه المخدرات بتخلي الناس بتعمل حاجات البرشمة تؤدي الى الاحتضار مثلا يعني فيه ده وفيه ده بس في الاخر كله يرجع برضه للي انت كنت بتتكلم عليه انه فيه بزرة عنف موجودة بس هي بقى بتخرج ازاي حسب الظروف انت مهتمة بالظاهر الاجتماعية اللي من النوع ده فكرة الجنوح للعنف الجنوح للمخدرات الجنوح لارتكاب جر مما وده اللي قاعدة عمالة بالترجميه في شغلك ويمكن ما شاء الله ده كمان خلى انه الناس شايفة انت بتقدمي قد ايه شغل منتهى الواقعية فبقى فيه منتهى الاقبال على المشاهدة على شغل مريم نوعي فبقى برضو ما شاء الله تاني فيه ضرايب هنا والله انه اصبح دايما شغلك هو نمرة واحد شغل اول ما بينزل ربنا يكرمك ربنا يبارك لك يا ابني فبعيدة حد انه ربنا يا رب يكرمنا ويبارك لنا جميعا فكرة المشاهدة دي واهتمامك بدا كان ممكن في نفس الوقت برضو تقدمي قصص منتهر ومنسية وحاجة فلافي كده ومخملية وظريفة وجميلة جدا وهتحظ برضو بنسب مشاهدة كويسة ونكسب فلوس وتمام انتي ركزتي على الملفات دي او ركزتي على الظاهر دي ليه عشان ده اللي هممني فعلا يعني ده اللي شغلني ده اللي بشوفه في الشارع يعني اللي بيلفت نظري وانا في الحياة وانا عايشة في البلد دي انا مش منفصل عن الواقع ده اللي بيخليني افكر افكر في الناس بتتصرف كده ليه ممكن ابقى شايفة موقف بعيد انا مش سمعة الموقف ده حصل ليه بس انا خيالي ممكن يخليني افكر طبعا جايزة الاتنين دول في اللحظة دي بيعملوا كده عشان حصل كذا وكذا وكذا فكرة بقى الرومانسي وكده مش شبه شخصيتي حتى مش 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 شبه شخصيتي مش شبه اهتماماتي او الهموم اللي شغلاني الهموم بتختلف من وقت للتاني من مرحلة للتانية العنوين بتختلف عنوان الهم بس لو في حد في العموم مهتم مثلا بالواقع الاجتماعي فهو هيظل مهتم بيه بس الموضوع اللي هيتناوله هيختلف لانه مع اختلاف الزمن واختلاف الخبرة والنضج يعني كمان نظرتي انا شخصيا للامور من سنة للتانية بتتطور وبتختلف ممكن ما يلفتش نظري السنة دي كمان اربع خمس سنين يلفت نظري اكتر لاني هبقى فهمته واستوعبته بحكم الخبرة فكرت تكتبي على مرحلة ما عشتهاش خالص مرحلة زمانية واجتماعية ما عشتهاش يعني تكتبي عن عشرينيات القرن العشرين تمانيينيات القرن التسعتاشر حاجات كده هو انا في اللحظة دي بعمل كده فعلا انا كده بقى اتعدل في القعدة عشان اصلي باهتم بالحاجات دي انت ذكرت والستاذ بها اطهر مرتين هو انا شغال على رواية واحدة الغروب دلوقتي انا بحب حب مزهل ونسبة بنوعض على الاهوة مهوتة البوابين كانت جميلة بعد كده بقيت والعة بعد والعة حاجتانية غالبا ان اه ما بيتطوره بسرعة جدا لا شغال على واحدة الغروب والرواية بتبتدي 1882 مع الاحتلال الانجليزي والثورة العربية ودي حاجة طبعا انا ما عشتهاش وزات كنت اشتغلت شوي على زمن ما عشتوش برضو بس كان قريب نسبيا لان كنت بادية في الخمسينات والستينات والسبعينات كل دي فترات وزات كان كده كده صنع الله ابراهيم مقسمها بتقسيم خبري بتقسيم زمني بحاجات زي كده كان اه كان هو عامل ده بس هو كان بادي في السبعينات اه فانا بس رجعت نقلتي الورا اه رجعت الورا شوية من اول الثورة اه بس فردا على السؤال اه طب ايه 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 اللي نقدر اعرفه من اللي انت بتشتغلي علي يعني تديلي حاجة كده عشان ترضي اه كم النهم اللي عندي دلوقتي في المعرفة وفضول المهنة وفضولي الشخص عشان انا شخص فضولي الى بعد الحدود بصير اه ايبقى مسلسل اخراج كاملة وذكري هاي هادي حاجة عظيمة اوكي اه اه وبطولة خليد النبوي ومنها شلبي اوبا 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 واسازة كتير جدا مهمين مش عايزة بس اه يعني اه اه انسى الاسماء بس اه كمان مش عايزة اقول عشان ايه اه يعني اه 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 و اه واحنا يعني في اعتماد كبير جدا على نص الرواية اه وبلت وازي معاه اشتغلت من من مراجع تانية ليها علاقة بتاريخ الواحة بقى نفسها واحد سيوة لانه هو الاحداث جزء كبير جدا منها واحد سيوة وواحد سيوة مفيش عليها مراجع كتير ولا عن تاريخها تفاصيل كتيرة فلاقينا كم حاجة كده يعني هما دول طب انا واحد سيوة مرتبطة زهنيا عند جمهور الجماهير بشمس الزناتي دولتي متخيلة كم الضحالة اللي احنا وصل بس تمام كبير لا بس انا يعني في حاجة من الحاجات اللي انا تعلمتها ولما بتسئل من اللي اصغر مني عنها انه المرجعية لما نيجي نشتغل بالتأكيد مش لازم تكون الافلام التانية حتى لو كانت عظيمة حتى لو كانت افلام عظيمة بس المرجعية لازم تكون مرجعية تاريخية لا تحمل وجهات نظر العمل الفني يحمل وجهة نظر صنعه لا وساعات مغلطات يعني فيلم صلاح الدين الايوبي امبراطورية في المغلطات التاريخية يعني او لان كل واحد عنده طريقته في تناول الحدث فبالتالي فكرة ان انا يبقى مرجعيتي اعمال فنية عمرها معهم ما بتحصل يعني حتى لما مثلا لو في حاجات جوه نص ادبي زي واحد الغروب في معلومات تاريخية فبارجع اشتغل من التاريخ مش من الرواية وهيبقى المسلسل اسمه واحد الغروب مش هيبقى مأخوز عن لا هو مأخوز عن بس هيظل اسمه واحد الغروب طيب ده برضو من ضمن ملاحظاتي على الشغل اللي بتكتبيه واعتقد ده بيبقى جزء ايدك فيه وجزء تاني ايده فيه المخرج ونسمع والله اعلم انه ساعات ابطال المسلسل بيشاركو في ده هي فكرة تعالوا ندخل وشوش ولا وجوه جديدة جوه المسلسل ودخلته ناس كتير الحقيقة بعد كده برضو كانوا لفتين للنظر جدا 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 الى بعد الحدود المرة دي برضو هتعملوا كده؟ اه هو الحقيقة طبعا ده بالاساس عند المخرج يعني اكتر منه عند السيناريست بس هنعمل كده يعني انا كنت محظوظة ان انا اشتغلت مع المخرجين عندهم الروح دي انه هنعمل مجهود ان احنا يبقى فيه ندور على وجوه جديدة موهوبة عشان ما يبقاش طول الوقت نفس الوشوش يعني بيبقى حلو انك تتفاجئ بممثل جديد والحقيقة ان الممثلين الموهوبين نجوم دلوقتي ما هم فيهم من الايام ما كانش حد يعرفهم فلو مش هنعمل ده هنعطل مية في المية واحد الغروب يبدأ 1882 بس هو في سيوة وانتي بتشتغلي عليه بمنطق مأخوز عن وهيفضل دايما اسمه برضو واحد الغروب مأخوز عن هي قصة جوه سيوة ولا هي مربوطة بحال مصر كله من 1882 هو هو احنا يعني حصل تصرف شوية في الرواية لان الرواية بدية من سيوة وكل ما هو لي علاقة بالثورة العربية والاحتلال هو فلاش بكات فالتصرف هحكي بطريقة مختلفة فانا بحكي عن الاحتلال وعن القاهرة في الوقت ده وعن الثورة العربية وعن إلى أن نوصل لسيوة بس هو الحقيقة أنه هو مربوط بتاريخ مصر في اللحظة دي لحظة الحدث وبحضر مصر مش منفصلين خالص ده المتشوق بشكل مذهل أنه في حد حد هيشتغل على موضوع الثورة العربية ده فأنا عندي حالة من حالات الترقب المذهل لأنه أنا في رأيي دايما أنه أعظم ثورة اتعملت بعد ثورة القاهرة التانية هي كانت الثورة العربية وكمل بهدلة اللي تبعدلناها بسبب فشل هذه الثورة والخيانة وحاجات زي كده طيب إحنا نسمع أغنية حسام حبيب وبعدين نرجع نتكلم على أين النشأة وطرع راعت سيدتي برضو مريم نعوم الكاتبة والسيناريست شديدة التميز موجودة معنا في برنامجنا بصراحة خليكم معنا لو سمحتو بصراحة مع يوسف الحسيني على نجومة في أم ونجومة في أم تي في طيب لسه معاكم فيه بصراحة مع الكاتبة والسيناريست مريم نعوم وكنا بنتكلم بقى على ذكر المسلسلات اللي بترجع بينا بالزمن الورى دايما فيه بقى من وجهة نظر على الأقل أزمة اللبس وتصورات غريبة ساعت كده بتحصل في اللبس يعني دايما تيجي واسا تقوله إيه هنعمل في القرن الكذا فأول حاجة بتيجي في الزهن من غير ما يركز في التاريخ اللي قلت كل اللبس اللي هو الشيفونات الجميلة بتاعة عجبة اللي غزالا قتلا عجبة وفريدة فهم يعني حالة كده ما تفهميش ليه يعني هما كلهم مربوطين بفيلم عفريتة هانم في حاجة غلط إيه أنا معرفهاش طيب ده من ناحية من ناحية تانية بقى اللي هو اللي بجد هو الفلوس اللي هتتصرف على المشروع أو على البروجيكت دي كرات واش عارف إيه ولبس وحاجات وقصة قصة بنت لازينها ففي الآخر خالص بتصدم إنه المسلسل تحس إنه كان لازم يبقى يجنن وهو يجنن تتفرج على الصورة تبقى قد محبط آه عصد موضوع مش سهل خالص ليه بقى أحكي ليه أولا النوع ده من التكلفة يعني كتير قوي بالنسبة للإنتاج في مصر لأنه أنا طبعا ما تفهمش قوي في الجزء التجاري في المنص صناعة يعني إحنا عادي فيه الجزء الفني وفيه الجزء كمان بتاع إنه المسلسل هيتباع هل هيكسب مش هيكسب آم بس آم بس آم فيه جزء ليه علاقة إنه ده مكلف جدا بس كمان فيه جزء تاني ليه علاقة بإنه المذاكرة إنه كل واحد لازم عشان يقوم بدوره سواء ملابس ديكور كتابة كل واحد لازم يذاكر الفترة اللي هيشتغل عليها فساعات ممكن تبقى الحاجات مصروف عليها كويس جدا بس هي غلط لأنها مش متذاكرة آم أو الحاجات معمولة صح بس مش آم مش غنية قوي بس أنا عندي ده أفضل يعني إنه تعملها صح إنها هتتعمل صح وفي الآخر إحنا آآ إحنا عارفين إن إحنا مش فاليوت وإحنا عارفين إن إمكانياتنا آآ محدودة بس آآ آآ المهمة على الأقل إن الواحد يعمل الواجب بتاعه يعني الواجب اللي عليه إنه يذاكر كويس ويعمل مجهود إن الحاجات تبقى معمولة آآ مظبوط آآ آآ والحقيقة إن في المسلسلات في جزء كبير جدا اللي بيشيل المسلسلات الحدوطة مش الإبهار البصري زي الأفلام فبالتالي لو الحدوطة معمولة كويس والممثلين كويسين والحاجات فيها مصداقية الناس هتتابع ماشي مش لازم إبهار بس هتتعمل صح ما هي صح بقى هي دي الفكرة إنها لازم تتعمل صح يعني أتفرج على الملابس لائقة على المرحلة التاريخية بدقة مايبقاش فيها فاتية آآ بس ده مش فلوس ده مذاكرة ده مذاكرة أتفرج على يعني لو هتعملين المسلسل كله بيدور جوا قدو صالة ما عنديش أزمة لازم بقى أنا فاهم إن هو ده بجد أصل يعني أنا شفت مسلسل دون أن أضعك في حرج هزا المسلسل بيتحدث عن قصر ما عظيم في مصر مشهد الشرفة اللي فيه جاي بالمؤطب في حين والله العظيم تلاتة هزا القصر من أي زاوية شمال جنوب شرق غرب مايجيبش المؤطب مايتشافش وتحديدا مايجيبش إلى جمع محمد علي ولا قلعة صلاح دي مايجيبهاش فأنتوا هتجنلون بقى ولا ده لي علاقة بالمذاكرة حلوة قوي المذاكرة دي بقى هي مذاكرة المين المخرج ولا السينيرست بقى يعني مين أكتر واحد لازم يذاكرة مخرج سينيرست برودوسر المنتج الفني المين كله لا لا كله بمعنى ولا المنتج صاحب الفلوس لا المنتج صاحب الفلوس مش مفوته هيذاكر ده ممول هو بيعمل الواجب لي علاقة بإنه إزاي يوفر الفريق العمل أفضل إمكانيات متاحة وفي نفس الوقت ما يخسرش لأنه لو خسر ما هو مش هيعمل تاني يعني مفيش فريق عمل من مصلحته إن المنتج يخسر لكن فريق العمل بقى السينيرست لازم يذاكر اللي بيكتبه خاصة لو فترة تاريخية ولو مش فترة تاريخية لو مهنة لو حي حتى لو في الحاضر لو طبقة اجتماعية هو مش منها يعني كل ده لازم مذاكرة يعني نرجع لفكرة إن المرجعية مش الأفلام أنا مش هكتب عن حي شعبي فاتفرج على أفلام فيها أحياء شعبية وقلدها بقى أو حاجات كده الحاجة التانية إنه الحارة هي حارة ستوديو مصرف تسعتاشر مليون فيلم وفي نفس الوقت مهندس الديكور لازم يذاكر لو في فترة تاريخية الفترة دي كانت عاملة إزاي مصمم الملابس كله بقى كل واحد بيعمل واجب بتاعه والمخرج في الآخر بيبقى عنده هو بيشرف على كل ده بس كمان مش دور المخرج إن هو يذاكر لنا يعني هو طب هو هيعمل شغله إمتى معدل المذاكرة قد إيه عندنا يعني بنذاكر كده كم في المية على العمل كله بقى دي بتفرق من حد للتاني انت شايفة إيه شايفة شكل الشغل اللي بتعمل في مصر وبيذاكروا فبالتالي بيخلوا كل اللي معهم يذاكروا يعني هم بيقدروا يخلوا يخلقوا طاقة كده إن كل الناس بتذاكر كويس عشان تعمل شغلة فده برضو جزء منه بيبقى المخرج هو اللي بيخلق الروح دي لأن لو المخرج هيقبل أي حاجة الناس هتستسهل وهتكروت لأنه إحنا ده للأسف ده سلو بلدنا استسهل الاستسهل والفهلاوة طب هل ده ممكن يخلينا في وقت من الوقت نرجع لمسألة منتج غير مصري منتج فليكن إنتاج لقناة أو جهة إنتاجية خليجية عندها وفرة مادية وبالتالي نقدر نطلب بقى منتج فني من الناس اللي بتذاكر ويشيل نقدر نطلب حد بتاعة ديكور من الناس اللي بتذاكر وهنش يعني هتبقى فيها فلوس آه بس نريع نقول برضو إن الفلوس ما هياش العامل الوحيد العامل الوحيد آه لأ في العنصر البشري آه مهم جدا جدا أنت ساعد بتلجأ العنصر البشري على الأد هتعمل هي آآ آآ بس كمان آآ يعني هل كلنا هنشتغل مع الجهات آآ عندها وفرة مالية طب والباقيين هيعملوا ايه هي الفكرة إنه إنه فيه فيه يعني فيه مواضيع مش محتاجة آآ فلوس كتيرة قوي زي مثلا الحاجات التاريخية التاريخي معروف تاريخي يعني فلوس آآ بس فيه حاجات تانية آآ معصرة ممكن تتعمل بفكروس قليلة ومع ذلك بتحس إنها مش حقيقية يعني الناس دي فين شوف العوالم دي الناس دول العوالم جامع عالم علشان إنه في الناس العربي بتاعهم اليون دول بعافية آآ آآ شوف فين فتحس إنك منفصل عن الواقع تحس إن ده المسلسل ده ده بليجه بأي لغة في العالم هو ممكن يبقى في أي حتة تانية ده مالوش علاقة بالفلوس وهو مش مكلف بس هو كمان مش حقيقي مم فمش عايزة يعني نرمي الموضوع كله على الجزء المادي لإنه مم إنت هيقلي البني قدمين هما اللي بينجحوا الحاجات البني قدمين هما اللي بنقتي بتحبي أنغان مم بتحبي أغنية كئيبة كده اسمها أكتب لك تعهد لا مش عارف الأغنية مش عارف الأغنية دي بصي كئبني أغنية مش كئيبة أغنية السواد بعينه طب ليه كده بس في نفس الوقت أصلا أغنية غريبة خالص أغنية أنغان بتغني فيها عن شخصية مستعدة تكتب تعهد لجزءها ده اللي حبيبها إنه أي حاجة بس تسيبني في حالي يعني حل عني بقى وقد كده متغنية حلو يعني مكتوبة كويس ومتغنية حلو يعني تحسي إنه أنغام بتغني بإحساس موزهل بس ما حتياش إنتي قبل كده نعم ما نعم الله يخليك يا ابني لك كده علينا أيها هي أكتب لك تعهد دي حلوة جدا على فكرة والله يسيبكي نهة سيب دي مش سيب dishes بالأغنية دي مش عارف ليه تعوين نسمعها ساو بصراحة مع يوسف الحسيني على نجوم إفقامو ونجوم إفقامosing Zarastad منفيدي though عمكوا راه operate med your hearts بسمعها بقى لي ست أيام والله العظيمة حسنا three years Toad من USA احنا مثلا عندنا 18 سنة اسمه هشام السيد فهشام بيشتغل دلوقتي في محطة من محطات الاكل المعروفة بيعمل اكل وحاجات زي كده فبقى لنا ست ايام انا وهشام قاعدين بنسمع نفس الاغنية وانكلم بعض اه انا بس بعد قد تحقق تلوح يا السؤال هو معلقة معنا اللي بستغل مبادل مرحل ومراحل انحطات الاخلاقي اللي بنمر بيها كلنا مش لان الاغنية فيها انحطات اخلاقي لا سمح الله هي فيها بقولك ايه فلو صح التعبير مصر الفرعونية مرت بما يطلق عليه عصور الاضمحلال التلاتة فالمزيع ساعات بيعتقد وبيظن اثما والله ان احنا بنمر بمرحلة عصر من عصور الاضمحلال حالة انحطات فكري احيانا انحطات اخلاقي احيانا انحطات بشكل يعني فيها حاجة غلاب هل المزيع محق في تصوره السوداوي الاحمق ولا لأ تتحكي صح مش عايز اتجاوبي ما اتجاوبيتش عايز نص الكوباية الفاضية ولا نص كوباية المليانة الكوباية دايما مليانة يا مريم احنا معدناش نص كوباية فاضية عشان انت بيعارف لأ كده يبقى بنتحك على نفسنا فين الفاضي ده انا مش شايف قدام يا حبا فاضية محمود او حي يرزق انت حية ترزقي انا حي ورزق وبعدين وصلنا لحد ما انت الانتاج الاعلامي عندنا نصين هي كل حاجة في الدنيا فيها نصين اه اه نص كوباية الفاضي انه المزيع محق مش احمق لا تمام نص كوباية المليان انه لازم نلمس القاعة عشان نزق رجلنا ونقب تاني ليه 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 لازم نلمس القاعة يعني عشان احنا مفعش بلبط لا واضح ان احنا شعب ما بيتعلمش غير بالغالي يعني لما تبص على التاريخ مش بس يعني العصور للمحلال وحتى في فترات كتيرة من التاريخ ما عرفش الناس ما بتا ما بترجعش نفسها او ما بتكررش تعمل اللي مطلوب منها او اين كان مسمى يعني غير لما يبقوا يعني خلاص بما ان انا كنت بتكلم معاكي على وانا اللي اثرت الحديث يعني عشان الشدة المستنصرية ففي الشدة المستنصرية دي كانت برضو مرحلة رهيبة جدا ايه الف خمسة وستين لحد الف واحد وسبعين ميلادية الخليفة المستنصر خامس الحكام الفاطميين مش عارف ليه ساموه الخليفة بس تمام رجل جامل هندي بقى خليفة ازاي في مراحل كده في التاريخ ساعات الواحد بيسترجعها ويسأل هي امتى هنشوفها سينما وامتى هنشوفها في التلفزيون ساعات نشوفها مسرح والناس ما بتروحش بمسرح في بلدنا يعني لكن ساعات نشوفها مسرح امتى اقدر اشوف حاجات زي كده وتصحح كمان المفاهيم التاريخية انا من انصار انه احنا عندنا مفاهيم تاريخية مغلوطة مزهلة لدرجة تغض تغض وانتي عارف المصريين شعبي يشاهد ولا يقرأ في اغلب الاحوال شوية بدأت معادلات القرية تزيد في مصر خلال فترة للاخير هل نقدر نشوف ده قريب وحاجات زي كده وليدي تبقى سودوية زيادة ولا بتبقى ايه وفي حاجة بتبقى حلوة كمان يعني ام لا هو حتى الحاجات السودوية ممكن على حسب تتناولها ازاي يعني ما انت ممكن حتى الشيء السودوي اللي هو يبدو يعني كله فضائع ممكن جايز الواحد يتناوله بانه بيحكيه عشان ما يقعش في تاني اه او بيحكيه عشان يتعلم منه مش عشان يقول للناس يعني انه بالضرورة اا اللي هو زي ما بتعمل مع الاطفال شوف هيجراه لك زيه لا هو الموضوع مش كده خالص اه اا بس انها بقى تتنافز ده موضوع تاين اللي ما بيكلش الجزر شايف بيحصل له ايه بيتصخت ارد عاجات كده اا بس يعني الحقيقة كمان جزء من الموضوع انه عشان يتعمل اعمال تاريخية احنا محناش دولة بتحافظ على تراصها المعماري مسلا ولا الاثار ولا كده دمرنا اسكندرية على سبيل وكل حتة يعني الاماكن اللي لفسها مسكة نفسها تتعدى على الصوابات فانت بتضطر مش زي اي بلد في اوروبا عندك تصوير فبتروح تقدر تلاقي مكان تصور فيه مع شوية احنا بلد غريق بالصدفة كنت في ابريل اللي فات في مدينة لندن الرائعة بصور حاجة لشغل لي وطبعا العبدالله جاهل يعني جاهل جدا فبسأل بقى طب وبعدين كان مدير الانتاج اللي معنا رجل لطيف جدا اسمه اندرو فبقول له اندرو هناخد التصريح منين وازاي انا عارف ان انت اللي هتقول اي تصريح ايه هتقول له عشانا بقى عشان هنصور وقدام وست منستر وحنعمل مش عارف ايه ايه لا احنا قد نقف قدام بوابة مجلس الوزراء عادي جدا ان اصور قلتول ايه التصريح برضو انا مش عايز حدي اه احنا اغراب يا ابني فدحك قال ايه لا ام فيش كلام من ده فاكتشفت ان احنا تقريبا البلد الوحيد اللي بيشتغل على موضوع التصريح المبلغ فيه ده اه يعني في بلاد تانية مثلا بتاخد منها تصريح عشان تحميك يبقوا عارفين تبقى قايل لهم اه تبقى قايل لهم ان انا هصور من الوقت الفلاني للوقت الفلاني في المكان الفلاني فيبلغوا الناس يشيلوا العربيات عشان انت هتروح بعربيات التصوير هتركن يعني عشان يتعاونوا معاك مش عشان يعجزوك احنا هنا الوضع مختلف انت اماكن التصوير غير متاحة لانه مفيش اصلا خلاص كلها بقت مسخ فانت لازم تبني دي كرات طيب تبني دي كرات دي فلوس كتيرة جدا ولو عايز تروح تصور في اماكن تاريخية او يعني لسه محافظة على نفسها فهي تابعة للدولة الاثار مثلا فلوس كتيرة جدا 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 زي طاعدة لزوم اه بشكل مزئل تحس انه وكأن الصناعة دي او الفن ده مش من الاهتمامات الدولة على الاطلاق بمعنى انه اه ده ارفهم انه ما بقاش من اولوياتهم انه هما ينتجوا مفهوم طبعا بس لو في ناس مستعدة تنتج طبعا يعني نساعدهم ممكن نساهل عليهم ما تساعدكمش في حالة سهل عليك اه بزبط نساعدهم بان احنا نساهل عليهم يعني انه بقى بس متعاونين لانه في الاخر ما هو ده ام يعني ما هو ما هو الافلام او المسلسلات ما دي بتتعرض في حدد كتيرة في الدني وممكن تبقى بتاعك الصورة احيانا ايجابية خاصة انا عايز صور في مناطق اثارية هو ده مش من نوع من الدعاية ببلاش اكيد ببلوشي ببلاش انا اللي بعمل الحاجة وبكلفها اهو وانت يا دولة مش دافع ولا مالية بالزبط هو كل المطلوب بس ان هما يسبوك تصور من غير ما يبقى فيه على كاهلك انه اه مصروفات اه بتعجز الانتاج فيبتدوا يتراجعوا لا مش هنصور بقى الاثار غالية اوى احنا مش مهمة نلغي مثلا ده او نكتفي بحاجة بدل ما كانوا خمسة او يعني يبتدي الموضوع سقف الطموح يبتدي ينزل 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 لحد ما بيلمس ده اللي هو بقى لمس القاعة طموحك يلمس القاعة بدل ما يطلع للقمة وبعدين ياخد دفع ويطلع لفوق ده نص كوباية المليان اللي قد يحصل وقد ما يحصلش بس اللي واحد بيحاول يصبر نفسه لانه لو البص بس على الجزء الفاضي طب وبعدين مش هيبقى فيه امل ولازم يعني يعني بص هو الحقيقة انه جزء من الموضوع مرتبط برضو بالناس ازاي يعني زي ما شغلانتنا كنت بقولك انه مش كله فلوس اه الناس كمان محتاجة تقف مع نفسها شوية وتشوف هي وقفة فين وعايزة ايه وهتوصل له ازاي من نفسها طيب خلينا نروح للفاصل وهنسمع انا اخترت اغنية اه اخترنا اغنية نسمع اصالة برضو يعني النهاردة برضو يوم اعضلات صوتية نسمع اصالة جدا زكريات وبعدين نكمل الكلام مع ماريام نعوم السيناريست والكده انا انا مبسوط بحكاية الدرداشة دي وما ليه بيعملوا دايما فقرات اين نشأت وترعرات سيدتي وعين نشأت وترعرات موجودة على جوجب فخلاص مش مهم مش عارف ليه الناس بتعمل كده وبتحبي اكتر اكلة بتحبيها انتي برجي ايه يا ماريام حاجة نطيفة اوي يلا عم بسمعنا لغناية طيب لسه معاكو الكاتبة والسيناريست ماريام نعوم في برنامجنا بصراحة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في انت دراست اقتصاد اصلا صح سنة واحدة سنة واحدة كملت شواء ليه ما كملتي بحب السينما بحب السيمة طيب هل دراست الاقتصاد دي اثرت على طريقة شغلك وطريقة كتابتك ومفهومة للسينما واللي انتي عايزة تطلعي اه لا مش دراست الاقتصاد بس دراست الرياضيات عشان انا قابليها كنت بدرس اه الرياضة بحتة فين في باريس اه انا اخويا بيدرس الرياضة بحتة اه مجد وده خلاني شوية عقلي مترتب فلما باجي اكتب عارفة ازاي اذاكر اللي عايزة اكتب عنه عارفة ادور ازاي عارفة اشبك مثلا لو عندي شخصيات كتير ازاي يبقى في منطق وراء الحاجات يعني الجزء بتاع استخدام المنطق او التفكير مجازا الهندسي مثلا ساعدني في شغلي طبعا بقى اصلا كنت لاحظ ده هاني اخويا اخويا كبير خالص اكبر مني محبا حلوين كده فهو بيدرس رياضة بحتة كان في فرنسا زمان وبعدين مش عارف ايه اللي خلا يرجع بس يالله امره لله فلاحظت كده انه الناس اللي بتدرس رياضيات وحاجات زي كده بيقوا مهمومين بفكرة الحقائق والارقام بواقعيين زيادة عن اللزوم سحابة تبقى واقعيتهم مؤلمة لو صح التعبير هي مؤلمة ليهم مؤلمة لينا ان انت ساعد تستغرب يا للدرجات دي الواقع يعني بالراحة يعني في بس انا لانه عندي الاتنين فمانيش برضو عالارض قوي كده احب بكتب حاجات وقعية بس انا كشخص لا في حتة طيرة سنة ساعات الكتابة الواقعية دي بيتقبلها في مراحل زي اللي احنا بنعيشها بيتقبلها الناس بانه ليه السودة وانت تلاحظي دايما في الرمضانات المختلفة اللي فاتت وكان شغلك دايما بيوجه ليه النقد ده من بعض المشاهدين انه احيانا ممكن تلاقيه من مسئولين انه مسئولين في الده ما تفهمش واحد في الحكومة بيتكلم ليه على مسلسل يعني ما تعرف وليه كده احنا عايزين نخلي الناس تحس ان فيه امل عايزين نخلي الناس انه فيه وقع افضل عايزين نخلي الناس تحس انه هيحصل ان شاء الله شيء كويس تغير الى اخره وفيه ناس تقول لك ايه يا سلام يعني هي مصر مما فيها شغل الحاجات دي ما فيه حاجات جميلة يعني تحس انهم عاوزين دايما نتفرجوا على هون مجاردين سيتي ما فيه دا وفيه دا فعليا على ارض الواقع يعني انه في رمضان فيه مسلسلات آآ يعني جميلة آآ ومتفألة وآآ بس منفصل عن الواقع وفيه حاجات وقعية وفيه في النص وفيه فيه من كل حاجة بس هو الفكرة مثلا انا كشخص ليه مهتمة انه اشتغل النوع دا من الشغل انا شخصيا كماريام انا بطلع من شغل دا انا منهكة نفسية يعني انا طلعت من سجن النساء تعبانة جدا نفسيا لانه التجربة كانت قاسية انه انا بشتغل مع ستات في السجن طلعت من تحت السيطرة آآ وقع اكتر نفسيا لانه بشتغل مع لانه بشتغل مع الناس حقيقة بروح اقعد معاهم وكده فانا على المستوى الشخصي دا حتى صعبة علي بس في النهاية ليه اخترت انه دا اللي يحصل لانه عندي قناعة انه احنا عمرنا ما هناخد خطوة لقدام غير لما نشوف احنا وقفين فين مستحيل هنعرف نحسن اي حاجة او نتقدم في اي مجال غير واحنا مدركين احنا رجلنا وقفة فين انما الطيران دا اللي هو ان شاء الله كله هيبقى حلو لا ما بقالنا الاف السنين ان شاء الله كله هيبقى حلو ولا منك طاير ولا منك على الارض انت في مرحلة مش مفهومة بالضبط فدي دا قناعتي انه انه لازم نشوف مشاكلنا بجد ولازم نتعامل معاها ونواجهها بجد وإيه اللي هتفضل موجودة وما فيش حاجة هتتغير ايه اللي ناقص السيمة في مصر ايه اللي ناقص دراما التلفزيون في مصر ايه اللي ناقص المسرح في مصر متهيهة له النصوص جيدة دي اكتر حاجة بسماع انه المعاناة دايما عند جهات الانتاج عند المخرجين وهكذا انه ما فيش نصوص كتير آم كويسة سي يعني أنه عدد السيناريوهات المكتوبة الموهبة فيها عالية والحرفية فيها عالية مش كتير فبالتالي لو الأساس بتاعت مش قوي كل حاجة هتتبني عليه بعد كده مهما كنت معاك فلوس ومهما كان المخرج عقاري ومهما كان الممثلين نجوم كبار يعني حط كل العناصر من طب من أعلى حاجة بس نص ضعيف هياخد كل حاجة ولا عندي أزمة إخراج لا نصوص أكتر من إخراج بسربي ألاحظ أنه يمكن الكام سنة اللي فاتوا مش هقدر يسميها مجرد موضة يعني هو عجبني اللي جاري أنه فيه اهتمام أكتر بأنه شبان ياخدوا بعضهم ويروحوا على معهد السينما أو المصرح هي في مصر وبرة مصر وحاجات زي كده وتلاقي العالم بتعمل أي حاجة مقابلة إنها تقدر تتعلم سيمة مظبوط يدفع بقى قد كده فلوس ياخدوا في كل الشب يعني يطلع نار من بقه بس عاوز أتعلم مظبوط فبالتأكيد أنا في عندي عدد لا بأس بي من الولاد والبنات اللي فاهمينه يعرفوا يكتبوا يعرفوا يخرجوا يعرفوا يصوروا عدد لا بأس بي مش بقول حالة ثراء بس عدد لا بأس بي وبالرغم من ذلك ما بشوفش الحاجات دي من الترجمة قدام ما هو بنفس المنطق إنه الجملة يعني تحرق الدم السوق عايز كده مثلا أو الجمهور عايز كده في قناعات كده مسبقة عند بعض الجهات الانتاجية أو عند بعض القنوات إنه الجمهور عايز كده زي بظبط في السينما والحقيقة إنه لا هو جمهوره عايز آه اللي أنتو شايفين إنه عايز بس عايز كمان حاجات تانية بدليل إنه لما بتطلع حاجات تانية معمولة بإتقان وبجدية وكده الناس بتتفرج عليها آه فالحقيقة إنه استسهال بتاع السوق عايز كده ده الجمهور بيلتهم اللي في الطبقة زي ما هيطلع بقى حلو وحش هيخدو لا لا الحقيقة إنه هو إنت عندك إحنا عصنا إحنا كتير جدا والشعب متبين جدا وثقافته والخلفيات الاجتماعية والثقافية والتعليم كل حاجة متبينة فأنت عندك فعلا كل فولة وليها كاية كل منتج لي الناس اللي هتتفرج عليه بس هو السؤال أنا كصانع دلوقتي أنا المفروض آه ألغي عقلي وحرفتي وموهبتي واستسهل ولا حتى الحاجة للجمهور بيحبها أعملها له بس بإتقان وخليه أخده معي يعني آه خطوة لقدام يعني يعني لو أنا دلوقتي مسلا فيه نوعية معينة من الجمهور بيحبوا نوعية معينة من الأفلام هعملها كأن هم بيعملوها ولا أنا كصانع هعملها كويس وخليها تعجبهم برضو بس أبقى بقول لهم حاجة يعني طب هو في تجارب معرفش وليه ما بيتمش إن احنا نتعلم منها أو نستلهامها أو نأكد على إنه كلمة الجمهور عايز كده دي مش هي الحقيقة يعني ملك الحزين ما بين قصين الكتكات الناس استقبلته وشافته وحفظته وحبيته وأقبلت على مشاهدته سينما أو حتى لما نزل تلفزيونات قبل هوجة كمان القنوات الضرب طب ما دي تجربة على سبيل المثال وفي زيها كتير على فكرة كويس ما هو فكرة الاستساء أنا أنا يعني حاسة إنه ليه نعمل مجهود ده ده لسان حال الناس اللي بتستسهل إنه ليه أعمل مجهود طالما هم هيتفرجوا على أي حاجة وكأن دورك إن انت بس تتملع زمن أو تملع قاعات عرض مش إنك بتقدم حاجة فعلاً عن قناعة وإنت فعلاً عايزت تقول منها حاجة هو إحنا يعني إحنا ليه اخترنا الشغلانة دي مثلاً أكيد في عندنا حاجة عايزين نقولها وعندنا النوهاو بتاع نقولها إزاي لأن أنا لو ما عنديش الموهبة دي ولا الحرفة دي مش هعرف أقول اللي في دماغي طيب عايز نقعد نتكلم شوي على مسألة علاقة السينما المصري والسينما العربي كمان بالسينما العالمي وفكرة مفهوم العالمية ده يعني في ناس متخالة إن المفهوم العالمية إنك إنت تنتج بفلوس كتير أو إنه تجيب ممثلين من بلاد برة يمثلوا في الأفلام بتاعتك هو حاجة من النوع ده فأنا بقى عايزة فهم موجة نظرك فده عايزة عرفها الحقيقة طيب وينا نروح للفاصل أو الأغنية ظروف ما عنداني أكيد ظروف ما عندنا كلنا كلنا فنقدر نسمع الأغنية دي وإحنا مبسوطين جداً وده نرجع نكمل الكلام بصراحة مع يوسف الحسيني على نجوم فأم ولجوم فأم تي في طيب ممكن عشان الأغنية اللي جاية تبقى محمد منهير إداية في بيوبي صالح جهين وحاجات زي كده لسام حمول بي وليف عايزة فكرة إداية في جيوبي دي لا مساحة اللي أوزي نتكلم عن موضوع السنة العالمية يعني إيه إنه يبقى في فيلم مصري عالمي هل هي مسألة إنتاج وإزاي العالم يشوف الفيلم بتاعك إزاي العالم يشوف المسلسل بتاعك ويتكلم عنه إزاي الناس تشوف شغلك بتجي مخرج من بره بتجي ممثلين من بره معين أنت عندك ممثلين بيمثلوا في أفلام عالمية دلوقتي لا فلس بس نحن أغلب الأفلام اللي راحت مهرجانات هي أفلام مصرية بمخرجين مصريين بعضهم يبقى فيه إنتاج مشترك بس حتى إنت عشان تبقى الفيلم على اسم مصري لازم يبقى الإنتاج مصري فلا هو إنه إحنا نعمش خلنا كويس هو الحقيقة يعني أنه لو قعدنا نلف كده نيجي بيمين نيجي شمال الحاجات أغلبها بتتلخص في أنه نعمل شغلنا كويس على جميع المستويات فبالتالي أنت لما بتعمل فيلم مطقن ومكتوب حلو والإخراق حلو وشبهك مش شبههم هما لأنه هما أنت لو عملت فيلم شبههم بقى مسخ ها لأنه هما عندهم أفلامهم هو عايز يشوفك أنت فأنت بتعمل فيلم شبهك عنك وعن بلدك وعن أين كان هو ده اللي هما عايزين يشوفوه زي الأفلام الإيراني مثلا هل الأفلام الإيراني بتقلد السينما الأمريكية أو الأوروبية لا هل الأفلام من أمريكا اللاتينية اللي بتوصل للمسابقات أو للمهرجانات الكبيرة ولا أفلام تونسي ولا أفلام فلسطيني كله عن عن همومك أنت كصانع فيلم أنت عايز تحكي إيه عنك وعن بلدك لما ده بيبقى موجود وحقيقي ومعمول كويس بيبقى فيه فرصة للأفلام إنها تسافر وتتعرض برا إحنا جايز اللي ناقصنا شوية النهاء أو إزاي نعرف التقنيات نسوأ الأفلام نسوأ يعني إزاي نعرف ما بنعرفش يعني نخلي أفلامنا عليها ضوء ما عندناش ده الجزء التقني عندنا مشاكل في حاجات وحاجات لا يعني إحنا فعلا عندنا مسلا مشكلة في الصوت ده من الحاجات اللي محتاجين شغل عليها لكن فيه حاجات تانية كتير والأفلام الأغلب الأفلام يعني اللي بتروح وبتاخد جواز حتى من كل الدول ما هياش الأفلام اللي فيها أكتر جرافيكس ولا الأفلام اللي فيها أكتر مؤسرات بصرية أحيانا بتبقى حواديد بسيطة جدا متصورة حلو ببساطة اللي هي الحاجة كل ما هو إنساني يعني هي أغلب الأفلام الجميلة يعني اللي بتفضل في الزاكرة هي الأفلام الإنسانية فيه فرق ما بين إن كانت هتعمل فيلم فعلا حلو وفي نفس الوقت يبقى موجود في سينمات الدنيا يعني والجمل اللي هي سعبة تتقالك ده ده فيلم المهرجانات وده فيلم مش عارف السينمات حاجات زي كده ده موجود كل حتة في الدنيا هل بتضروي يبقى فيه فرق يعني ما ينفعش فيلم يبقى بياخد بجد جواز حلوة من مهرجانات محترمة وفي نفس الوقت الناس تشوفه وتدفع فلوس عشان تدخلوا ويحقق أرباء يعني لا فيه بيحصل التركيبة دي إنه يبقى فيه إنه يبقى قابل إنه هو يروح مهرجانات وفي نفس الوقت هو فيلم زي ما نقول فيلم شباك يعني بتعرض في السينمات وأحيانا بيبقى يداية ده بس فكرة يداية ده عشان برضو ما نبقاش يعني طول الوقت فيه جلد للذات كده لا ده في كل حتة في الدنيا يعني هوليوود نفسها فيها طبعا عندها أفلام كوميرشل وعندها أفلام فنية جدا أفلام الأخد الفضل برك الله وفيه أرنولد دي كان أي كلام وعندك الاندبندنت ستوديوز وعندك يعني فيه كل الحاجات فيه الصناعة اللي هي يعني الإمبراطورية بتاعت الصناعة وفيه محاولات تانية على الهامش والمحاولات دي بتحقق نجاح وبتروح مهرجانات وبتتشاف جايز بعد كده على القنوات وعلى تلفزيونات بس مش بالضرورة هتتعرض في نفس عدد دور العرض بس حي زي الأفلام التانية أنا عندي مشكلة تمثيل شوية شوية مش لأنه ما فيش مواهم بس شوية لأنه فيه طول الوقت رغبة أنه أحيانا الممثل ما بيتعاملش مع هو بقى فين في اللحظة دي فيه ممثلين أحيانا ما بيتعاملوش مع عمرهم بس ده كتير في مصر يعني تاريخيا عندنا أزمة في حكاية العمر فيه أحيانا بيبقوا وفي حسبة أنه ده فيلمي ولا فيلم مين ولا وانا هاجي فين على التيتر والحاجات دي مع أنه لو إحنا بقى بنتكلم على أنه إحنا دايما بنبص الخواجة مم وهو الخواجة ما بيعملش كده الخواجة روبرد نيرو بيطلع ساعات في دور صغير وما بيكتبش أول اسم مم بجلالة أدرو فبس لأنه إحنا السوق بتاعنا حسبته مختلفة فالممثلين بيبقى عندهم تخوف أنه وكأنه بيتنازل فلو تنازل مرة هيبدل متنازل على طول بس هي الحقيقة أنه مش بتنازل ولا حاجة هو ده أنت في رأيك مين أقوى ممثلة في مصر يعني تقدر تجسد أي حاجة في أي حاجة لا ده سؤال بايخ ممثل أبوخ أيوة مخرج أو مخرجة أكثر بواخة يعني يعني النوع ده من الأسئلة عامة ليه؟ مايتسئلش ليه؟ لأنه هقولك أنا قناعتي الشخصية أنه ما فيش حاجة في المطلق يعني ما فيش ممثل هو الأفضل في المطلق حقيقي إنه إنه كل حد من المتميزين في متميزين كتير وكل واحد عنده الحتة اللي تقدر تسند عليه في هجامك ونفس الحاجة مع المخرجين في مخرج شاطر قوي في الجار ده ويجي في الجار تاني يبقى أضعف بس يعني وهكذا ونفس الحاجة بالنسبة للكتاب مش الأسئلة دي بتسئل في بلاد برا وبيجاوبوا عليها؟ آه مش بنتسؤال كمان صح؟ إحنا عندنا إحنا مجتمع عنده كده إيه استسهال في إنك تصدر أحكام فإنت لو قلت جملة شبه كده جاوبت هيتمسك وكأنه لو أنا قلت اسم إذن كل البقين آه مثلا هسعيلها عليك يعني مثلا البتشينو ممثل رائع جدا أوي خالص رابير دينيرو ممثل رائع جدا أوي خالص بس في رأيي المتواضع جدا هو رابير دينيرو يقدر يجسد شخصيات أكتر من البتشينو بمراحل يعني البتشينو مش هتشوفه بيدحك رابير دينيرو بيدحك البتشينو ممكن يطلع شرير ورابير دينيرو بيطلع شرير بس مش هيدحكك يعني هيدي كل القصة بس ما بيقللش منه ما بيقللش منه ما بيقولك عشان كده قدرته على التجسيد بتاعة رابير دينيرو أعلى من البتشينو مثلا ونفس الحكاية أنا بيشوفها أنها ممكن تنسحب على الوضع في مصر أنه فلان الفلاني يقدر يعمل كذا وكذا 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 من وجهة ناظري هو دا مش لازم نقول أحسن بس عنده قدرة على التجسيد أوسع من بقية اللي موجودة على السح آآ آآ طبعا في أسماء آآ متفقوطة عن أسماء دا طبيعي بس مش هقول أسماء بارده طيب هو الوقت خلص للأسف الشديد أوكي هتفرج يا مسلسلات تركي صعي لأ يعني اتفرجت على كم حلقة من كم مسلسل من باب العلم بالشيء آآ بس لأ كان انطباعك إيه لما اتفرجتي من باب العلم بالشيء لا في مشكلة إقاعه أنا بالنسبة لي في مشكلة إقاعه ما جربتيش بقى الهندي لا يعني التركي سريع مزهل الشاش الهندي بقى حاجة مزهلة جدا دي مش متخيلة مش عايز مش عايز بيبهاتوا عليا شفتي أفلام هندي مؤخرة لا برضو لا يعني فجرة إن أنا اتفرج على القنوات الهندي لأنه ده بقت موضن فيه قنوات هندي بتاع رجح حاجات أو المدبلج للعرب لا ما أنا مستغرق أول موضدة الهندي اللي إذا فعنافها من الهندي ينزل في الخليج لأنه في جالية هندية يعني كبيرة جدا سواء إذا كان هنود أو باكستان أو بنجال أو إلي آخره هندي في مصر ليه أنا مش عايز طب زي تركي في مصر برضو بوقتان يعني هي هي هو كل شوية في موجة هوجة موضة سميها زي ما تسميها بتبقى شوية وبتعطي المسلسلات الطويلة جدا ميت حلقة أو تلتميت حلقة أو حاجات زيك ده دي تستهويكي يعني تستهويك إنك تكتبي فيها لا ما أدرش ما تقدريش ولا ما بصراحة يعني ما أدرش أنت تركي مسلسل تلتمية حلقة يعني ممكن أموت فيها دي يجيلي زبحة مريم أنا مصود جدا أنك كنت موجودة معنا النهاردة شكرا أنك كنتي لبتي الدعوة بتاعتنا بجدة حقيقي وشكرا أنك كنتي طخيتي المشوار لحد مدينة الإنتاج الإعلامي شكرا أنك كنتي مرتي بمغامرة المرور مغامرة الدخول من البوابة شكرا أنك كنتي قعدتي مع موزيع غتيت حقيقي شكرا أنك كنتي كوتيك كوتيك يعني دايما بتجاوبي علينا بمنتهى السلاسة والصراحة اللهم إلا رفضت يتجاوبي على السؤال الأخير وده في حد ذاته فشل لموزيع ما معرفش ياخد إجابة لا خالص بس هو السؤال يعني بايخ وقال براشي دايما عنده جملة كده أول ما يشوفك يقولك ضيعتنا يا فلان دايما ليه أنت السبب هو كده فخلص مخدتش أنا أجابة نيلي كريم تصنفيها في ترتيب الممثلات والممثلين المصريين لا مش هيبقى في الترتيب بس أنا بشوف أن هي عندها طاقة يعني طاقة كبيرة جدا بس تبقى مع اللي يقدر الطاقة دي أو اللي يعرف المفاتيح بتاعة الطاقة أنا كده خدت شبه إجابة قديني عدت بحاجة مريم شكرا مرة كمان والناس كلها اللي بتحط قديها في جيوبها وقلبها طرب وسعيدة استمعوا إلى هذه الأغنية كان معكم يوسف الحسيني وكانت ضفتنا الرائعة مريم نعوم موجودة معنا في برنامج بصراحة استنونا يوم الحد اللي جاي إن شاء الله الساعة 3 العصر التوقيت القاهرة الساحرة سلامات كنتم مع بصراحة مع يوسف الحسيني على نجومف ام ونجومف ام تي في نجومف ام على كيفك